من كام يوم فجأة بقلب في اكس اللي هو تويتر سابقاً يعني لقيت كابتن هاني نمزي من التريندات فقلت خش نشوف كابتن هاني نمزي تريند لأحد اللعبين تحديداً انا احمد شوية كان بتكلم ان انت كنت بت مع المدرب الاجنابي كالسكوب وقتها المدرب منتخب الشباب قلت له ما تسمعوش كلامه خالص بقى واسمعوها الكلام هنا بس هالكابتن هاني نمزي شخصيته كوية لدرجة انه يفردها حتى على مدير فني بيشتغلها بص يا كريم بكل امانة انا يعني اسمها ده وشفت ده بس انا عمري ما هرد على مش هازك ترد عليه لأ المكان شفت انا خدتك في حالة ولا 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 تعقيب لان زي ما بقولك في حاجات ما يتردش عليها وعيب ان انا رد عليها وما يصحش ان انا رد عليها فانا مش عايز اخش انت علاقتك وريدك هيت كويسة بس كوب انا كنت سألتك بكده في حول قبل كده انا علاقتي كويسة بالمدربين ومش عايز اخش في الجزئية دي لان هيبقى يعتبر رد على الالو اكس دوت وانا مش عايز اصلا ارد لان الحقيقة عيب ان انا ارد يعني عيب ان انا ارد على حاجة زي كده الحمد لله ان الناس كلها اللي اشتغلت مع هاني رمزي عارف شغله ايه بالزبط وعارفين ان انا بقدر امكان بحاول انا دايما بحاول انا للصورة اللي انا اتعلمتها نفس بلدنا زي اللي انا بشوف الناس بره والموضوع مش صعب ما دالي بدايقني ان الموضوع مش صعب انا عشت بره عشت في سويسرا 4 سنين وعشت في المانيا 11 سنة فانا شايف الناس دي بتشتغل ازاي وشايف ان الموضوع اسهل كتير جدا جدا من اللي احنا ندخلين نفسنا فيه احنا ندخلين نفسنا في تراب وفي رمل واحنا قدامنا الطريق ممكن جدا اني سفلته سهل او نمشي يعني الامور بره يعني انا التدريب بره في ليرسو البلجيكي كان اسهل كتير جدا من التدريب في مصر جدا سبحان الله رغم ان المهمة في اوروبا اصعب لا شغلك سهل عارف كل واحد عارف دوره ايه بالزبط وبيقوم بيه يعني انت وسط مجموعة كل واحد عارف دوره ده دوره كذا ده دوره كذا وخلاص الامور ولما بدي حصل مشكلة انت عارف بالزبط المشكلة حصل فين لان ده تخصصك انت مش تخصص انا فالامور لا اصهل الشغل بره في التدريب انا بقولك 8 شهور هناك في بلجيكا طبعا ضغط المباريات وضغط المكسب والحاجات دي كلها طبيعي اه طبيعي لكن السيستم موجود الساعة سبعة ونص صبح اللي عيبة موجود عشان تفتر قبل التمرين عشان نقعد ونتكلم ونعمل نهارده الوحدة التدريبية كذا 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 اصل ما فيهاش اللي هو بقى سبعة ونص يا كابتن تمرين الساعة عشرة سبعة ونص يبقى فيه سبعة ونص فيجي والناس كلها بتفتر مع بعض واحنا بنفتر مع بعض بعد ما بنفتر مع النهارده عندنا لازم انا كنت دايما بشرح للتدريب حتى الوحدة التدريبية قبل ما بننزل عشان حتى اللعيب هو لا نازل عارف النهارده هيعمل ايه بدنيا بقى فنيا اللي حاجات كلها هي الساعة ونص متقسمة ازاي فعارف الدنيا ماشت ازاي ففيه سيستم عارف قبل المباراة هيعمل ايه عارف بعد المباراة هيعمل ايه اللعيبة اللي ملعبتش عارفة بعد المباراة هيعمل ايه واللعيبة اللي لعبت عارفة بعد المباراة هيعمل ايه اليوم محتوط الاسكاجول بتاع الاسبوع كله محتوط ففيه سيستم عرف ملخص الحوار ده يا كابتن هاني حضرتك قلت تقريبا كلمة سيستم حوالي 100 مرة ان انت بتحاول توصل لفكرة اجماعة سيستم سهلا يعني الموضوع بسيط جدا كل ما بنروح لموضوع حضرتك بترجع فكرة السيستم بس كريم انا زي ما بقولك انا كل اللي انا بيضايقني وحتسأل محمد صلاح هتلاقي نفس القصة يسأل اني هلاقي الموضوع هناك مش محتاج اكتر الناس المنبهرين بها ديت الموضوع كله ان هم حطين نظام والناس ماشي على النظام ده وكل واحد بيعمل دول بس